نعم قبل قليل قامت الطواقم الطبية وصيارات الإسعاف بانتشال ثلاثة إصابات نتيجة القصف الإسرائيلي الأخير تحديدا في وادي العرائس وحي الشجعية حيث تم نقل ثلاثة إصابات بجروح متفاوتة وتم إدخالهم إلى داخل غرفة العمليات ليتم التعامل معهم من قبل الطواقم الطبية قبل قليل من الآن كان هناك مؤتمرا صحفيا للدفاع المدني حول استهداف إسرائيل لمركز الإسعاف المدني تحديدا في حي التفاح شرق مدينة غزة وأكدوا أن هناك خمس شهداء من الطواقم الإسعاف المدني تم ارتقائهم نتيجة الغارة الإسرائيلية التي تعرض لها المكان الذين كانوا يتواجدون فيه في منطقة التفاح في شرق مدينة غزة وقاموا بالصلاة على أحد الجثمين التي استشهدت فيما بعد متأثرة بجراحها وتم تشييع هؤلاء الشهداء ونقلهم قبل قليل الصلاة عليهم من داخل ساحة مجمع الشفاء الطبي ومن ثم تم توجه بهم إلى مواراتهم الثرى في المقابر القريبة من مدينة غزة وحيث أنتم تعلمون الاحتلال لا يسمح بدفن الشهداء في المقبرة الشرقية المتاخمة للحدود التي تفصل ما بين غزة والمستوطنات الإسرائيلية المحاذية للقطاع شهدنا قبل قليل هناك محاولات نقل متجددة للإصابات يتم نقلهم من غرفة إلى أخرى كان هناك حالات نقص في عدد الأسرة والمستلزمات الطبية داخل مجمع الشفاء الطبي حيث نتيجة الغارات الإسرائيلية المكثفة على القطاع والمتواصلة ما بين وقت وآخر هناك عدد كبير من الإصابات لم يعد الطاقم الطبي يتعامل معها إن صحها التعبير بالشكل المطلوب والمستمر والرعاية الصحية يتم التعامل مع الإصابات الطفيفة والمتوسطة بشكل عاجل وسريع ومن ثم نقلهم خارج غرفة العمليات للسماح لإصابات أخرى خطيرة للجلوس والاسترخاء على تلك الأسرة حيث اكتظت داخل الغرفة أو داخل مجمع الشفاء الطبي عدد الإصابات والشهداء شهدنا أيضا في الخيمة التي تم إغلاقها هناك أيضا ما يقارب خمس من الشهداء ملقون على الأرض بانتظار عوائلهم ليصلوا إليهم أو يتم التعرف عليهم من أجل تشييعهم الصلاة عليهم وتشييعهم ولكن بشكل عام هناك استهدافات مستمرة من الطائرات الحربية الإسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة ولكن هذه الاستهدافات في مدينة غزة قلت نوعا ما وخفت بالنسبة للأمس وفجر هذا اليوم الذي شهد العديد من الغارات الإسرائيلية الدفاع المدني في المؤتمر الصحفي الذي عقده قبل قليل تحدث أن هناك ما يقارب ست شهداء من طواقم الدفاع المدني تحديدا المدرية العامة للدفاع المدني ستة من شهداء الذين ارتقوا نتيجة القصف الإسرائيلي من هؤلاء الشهداء هم الشهيد محمد الغليظ والشهيد عبد الرحيم أبو بيض والشهيد علاء أبو غنيمة والشهيد إياد سالم والشهيد أيضا ناجي الفيومي والشهيد السادث الذي ارتقى متأثرا بجراحه هو محمد أحمد علي ليتم تشيعهم من سيارات الإسعاف والطواقم الطبية إلى مثواهم الأخير ولكن هناك بشكل عام حالة من الاستنفار لا زالت متواجدة للسيارات الإسعاف والطواقم الطبية المتواجدة في داخل مجمع الشفاء الطبي هناك كان الحديث عن التوصل لتهدئة ربما يكون مع إسرائيل لإدخال المساعدات الإنسانية ولكن مصادر في الفصال الفلسطينية تحديدنا حركة حماس نفت صحة تلك المعلومات وقالت أن حتى هذه اللحظة لا يوجد أي اتفاق ما بين الفصال الفلسطينية وإسرائيل حول إيقاف إطلاق النار في قضاء غزة والأمور التي تتحدث أو لإدخال المساعدات الإنسانية التي تقدمها جمهورية مصر العربية وشعوب الدول العربية هناك أيضا مأساة حقيقية يعيشها النازحين الفلسطينيين هنا في داخل مجمع الشفاء الطبي يشتكون من قلة الطعام من قلة الشراب من التناول المياه هناك مياه ملوثة تصلهم حتى في ساحة مجمع الشفاء الطبي كانت الصرف الصحي قام بالطفو على بعض المواطنين الذين كانوا يتواجدون في الخيام المصغرة أو في الغرف المصغرة التي شكلوها عن طريق الكرتون والحصائر والأحرمة ليكونوا أطفالهم بسلام وخير ولكن هنا في مجمع الشفاء الطبي وفي المدارس التي تتبع للوكالة عشرات ألاف من المواطنين يشتكون من قلة وتوفر المواد الغذائية والمياه الصحية اللازمة لكي يطعموا أطفالهم ويطعموا نسائهم ويطالبون مرارا وتكرارا بإيقاف هذه الحرب الإسرائيلية التي تهددهم وتشكل خطرا على أبنائهم الصغار اشتركوا في القناة